قامت عمدة بلدية أنجمينة مريم محمد مينتا صباح اليوم وبرفقة معاونها بزيارة إلى مخيم اللاجئين العيدين من جمهورية أفريقيا الوسطى بالدائرة الثامنة وذلك بهدف حثهم على الحفاظ إلى نظافة المخيم تقرير أبدالهرون والمزيد بحدف توئية المواطنين والقيام بدورهم الاجتماعي بتنظيم حملات النظافة قامت عمدة بلدية أنجمينة مريم محمد مينتا وعدد من معاونيها بزيارة لها معسكر الأعيدين من جمهورية أفريقيا الوسطى حيث كان في استقبالها رئيس المعسكر ومجموعة من النساء وعدد من التلاميذ بداخل المعسكر رئيس معسكر الأعيدين شكر عمدة بلدية أنجمينة على زيارتها المشرفة مثمنا جهودها الكبير تجاح الأعيدين وحسهم بأهمية النظافة عمدة بلدية أنجمينة جاءت تساندنا في هذا المجال فنحن باسم النساء وباسم أبهاتنا وباسم كل الناس الموجودين في المخيم نقدم له الشكر الجزيل وقفتها معنا في هذه تساعدنا عندنا صعوبات كثيرة في عدة مجالات في مجال التعليم في مجال الصحة والأمن الغذائي أما أمدة بلدية أنجمينة مريم محمد مينتا قدم الشكر الجزيل لكافة العائدين على اهتمامهم بنظاف الساحة المعسكر وصلوكهم الحضاري أنا كنت فرحان بلين يوم تاسميت قال لأوين هانا سيطانا قوي نظمو يوم البقوش فوغا مهلوم وأنا قلت شكرتم كتير شكرتم كتير وفي نفس اليوم دا ندور نوري أوين هانا كل جمينا أنا باكر يوم واحد شهر ثلاثة دا كل يمرقوا خشم دربهم من الساعة ستة يقشوا خشم بيتهم ويقشوا الشواري مثل ما ألميرقاي بقشة دا وتعد عملية نظرفها من الأمور التي يجب الاهتمام بها وهي إحدى السلوك الحضاري والصحي في حياة الإنسان شكرا